اما هلأ نيرميند انتقل موضوع ايضا بهم كتير من الناس والمشاهدين الكتير من الاشخاص بما يسمى اضطراب ما بعد الصدمة من احساس قوي بالخطر مما يجعلن يشعرون بالتوتر او الخوف حتى في الحالات الامنة وخاصة الاطفال والمسنين نتعرف اكتر عن هيدا المرض الشائع بصرنا نرحب بالدكتور راغد هارون الاخصائي بالامراض النفسية سيد صباحك واهلا وسهلا فهليك على شاشة الخبارية سيد صباحك واهلا وسهلا فيك يعني كتير عم نحكي عن اضطراب ما بعد الصدمة وبظروف الحرب خلا نحكي نعرف اكتر بهذا المرض شو هو وشو انواعه صحيح هلا حقيقة يعني من المفيد فعلا انه نتحدث مرارا وتكرارا على اضطراب الشدة ما بعد الرد اللي هو مناسب ليعرف كتير من اسرنا لاجلهم ولاجل اطفالهم على كتير من الاعراض اللي هلأ ممكن انه تبلش تظهر لانه مرأنا بفترة عصيبة جميعا فترة احداث حقيقة مناسبة ومثالية تماما لحدوث هذا الاضطراب لانه تاريخيا اضطراب شدة ما بعد الرد لما ظهر او لما تم اكتشافه من قبل الاطباء بمعاييره واعراضه اللي عم يظهر المريض كانت على الجنود المقاتلين بعد الحرب العالمية الاولى بعد عودتهم الى الديار او الى الوطن وايضا بالحرب العالمية التانية لاحظوا الاطباء على الجنود مجموعة من الاعراض العصبية والنفسية اللي ما بتندرج تحت اي تصنيف اخر لذلك جمعوهم لمجموعة هالاعراض والعلامات والعراض هو اللي بيحكيه المريض اما العلامة هي اللي بيلاحظ الطبيب على المريض من دون ما يكون المريض عم يشكي منه او ملاحظه على نفسه جمعوهم بمجموعة معايير سموهم معايير تشخيص اضطراب الشدة ما بعد الرد هذا الاضطراب من المهم جدا لحتى يحدث انه يتعرض الشخص الى شدة غير اعتيادية من الشدات اللي من مرفية بحياتنا العادية من مثل الاختطاف والتعرض للموت او رؤيته لتعرض الاخرين للموت اختطاف وتعرض للاعتداء الجنسي سواء او التعنيف ايضا التعنيف الجنسي او النساء رؤية القذائف ورؤية الاماكن تنهار والاشخاص يموتون امامه الجندي اللي عم يستشهد زميله بجانبه وايضا عم يكون خلال فترة الستة اشهر التالية لهذا الحدث الراض جدا وخاصة اذا كانت الوفيات شنيعة شوي حقيقة رح يكون في عنده او معرض او جاهز لان يصاب بمجموعة اعراض من سمية اعراض اضطراب الشدة ما بعد الرب بس اداش فعلا دكتور راغد بنشوف فعلا انتشار هيدا المرض النفسي بالقاوين الاخيرة لانه نفسيا ما كنا مهيئين لكل الظروف اللي عشناها خلال الحرب تسع سنين من الحرب يمكن ازت الحجر والبشر بنفس الالم فينا نقول الحجر ما عنده احساس لسالانسان عنده احساس عالي اداش فعلا بما انك اخصائي بالامراض النفسية عم تشوف هيدا الشي اليوم تماما مثل ما حكيت بالبداية حقيقة يعني فعلا حاليا من اشيع الشكايات عنا هي شكايات اضطراب الشدة ما بعد الرد واختلاطاته اختلاطاته مثل الكآبة يعني ما تؤدي الى الكآبة والقلق وسوء استخدام المواد في كتير من الجنود يلي عم يتذكروا لانه من اعراض اضطراب الشدة ما بعد الرد هو تذكر الحادثة الاليمة اللي مر فيها هو وزملائه وهن يستشهدوا وهو استمر بالحياة فهالذكريات وشريط هالذكريات بيضل ينعاد فممكن يلجأ للكحول ممكن يلجأ لأي مهدئات بشكل عشوائي من دون استشار الطبيب او ممكن كمان يضبط اعصابه بعد فترة تظهره تماما بعد فترة مثلا معينة في معاوضة وفي مثلا ممكن يشعر بحالة الزنب انه مثلا صديقي او زميلي استشهد انا بعدني موجود ومستمر في حياة صحيح هذا شعور الزنب هو احد اعراض اضطراب الاكتئاب اللي بيشعر في مريض اضطراب الشدة ما بعد الرد القلطي او الشعور بالذنب بانه قد يكونوا ماتوا من اجلي هيك بيفسر الامور ليش انا ما رافقتهم خاصة بهي الفترة من الصداقة والحميمية الحميمية بفترات الشدة بتخلق بيناتهم علاقة كتير كبيرة بتشعروا اكثر فاكثر بالذنب لما بيفارقهم لا سمح الله دكتور يعني لما نحكي عن طبيعة النفس البشرية فهي اكيد كتير بتتأثر بالعواطف امت نحنا ممكن نقول عن حالة انه هي تجاوزت هذا الحد فصار مثلا نعف يمكن اكيد للاضطراب له درجات فا امت بتكون الدرجة زادت عن حدها وصارت بحاجة لمراجعة الطبيب او لحدة او لحدة يمكن علاج نفسي او طبي معين صحيح حقيقة سؤال مهم لانه فعلا امت بيراجعنا المريض او امت بيجي لعنا المريض سؤال يسأل لكل الاطباء امت بيجي بعد مثلا تعميم هاي الثقافة لانه بتلاقي كتير من الاشخاص اليوم عندن هيدا المرض بيخجلوا تماما وما بيحكوا وما بيعبروا كمان هاي هذا كلام مهم جدا صحيح انه انا روح لعند الطبيب النفسي مع انه بكون عندي مشاكل نفسياوية صحيح نحن غالبا حقيقة بالعيادات ان كان بالنسبة لاضطراب الشدة مع بعض الرد او لباقي الاضطرابات النفسية الاخرى مثل الاكتئاب او الوسواس او القلق مثل ما تفضلتي حقيقة في تردد بزيارة العيادة ولكن لما بيزورها بيكون وصل لي معيارين اساسيين الاول هو الفشل الوظيفي والاجتماعي لما يبلش او تبلش اعراض الاضطراب اتوصله لمرحلة او لحالة من الفشل الاجتماعي بمحيطه الفشل باتمام وظائفه كموظف كطالب كربة منزل مهما كان هون بيلاقي من الضرورة انه يراجع الطبيب بمعنى اخر لما تتفاقم كتير الاعراض في حين لو طبقنا كلام حضرتك حقيقة وكان في عنا وعي ثقافي اكثر لازم حتى من دون ما يكون في اعراض نعمل وقاية لنفسنا ونراجع مثل ما بنروح مراجعة لدكتور سنان او مراجعة علي دكتور لازم يكون في مراجعة او فيه الدكتور نفسي لكل عيلي يعني انا عن دكتور دكتوري فلان فلاني انا بروح مثلا مرة بالسنة باخد ولادي بكون هاي الثقافة معممة نوعا ما اكيد لذلك عام نعيد هذا الموضوع مرارا وتكرارا وخاصة من اجل حقيقة الاطفال اللي هن بها الازمة هن والمسنين طرفي العمر هن الضعاف هن اللي بيتأثروا اكثر من عمر الشباب حقيقة وبالتالي ممكن سيدة فجأة ابنه صاري بول ليلا سلس بولي ليلي بعد ما كان هو عنده نظافة يعني فترة او عمر سبع سنين تتساءل انه ليش وما تاخد الموضوع بعين الاعتبار ممكن انه ابنه صار سريع الاستثارة والغضب ابنه تدهور بالمدرسة صاير عنيف بلعبه انعزالي انطوائي هالامور كله ياتا او التبدلات السلوكية الجديدة عند ابنائنا من المهم انه نلاحظه ونلاقي له تفسير ما نحاول نفسره بطرقنا الخاصة نحنا ما نأخصائيين بهالموضوع الطفل هناك اخصائيين من الضروري جدا التعامل مع مشكلاتهم الاهل مهما كانوا طبعا مهمين الاهل ولكن مهما كانوا على دراية ما رح يكونوا بهالدرجة والمستوى من الاخصائي اللي عملية المقاربة السليمة لمشاكل الطفل حياتك لذلك لازم يتساعدوا معه لانه بالنهاية ايضا هنم مهمين ولكن بالتعاون مع بعضهم ومع ايضا المدرسة بالمرشدين النفسيين الموجودين عندهم للمدارس دكتور يانيز لما نحكي بخلال الحرب عن انواع الصدمات فهي كتير وبتحتاج يمكن لنفرد لأكتر من مساحة وحلقات عدة ولكن خلاني حكي عن عمر الزمني للصدمة يعني ايمت انا بقول انه هاي جاوزت المدة الطبيعية للحزن للتأثر وصار يمكن بدي حل بديل لانه صرت بحالة مرضية قديش الفترة الزمنية متوسط الى لازم تكون لانه انا لازم اجتاز هاي الصدمة تمام يعني المقصود من السؤال انه انا خلال هالفترة ازا ما اصبت انا نفدت من الاتراب اجباري بدي ضل في عوالق ويمكن وراء رواسب للصدمة بس عم بحكي انه زادت عن حد يعني مثلا في كتير اشخاص اتعرضوا لحالة اختطاف او اتعرضوا لفقدان عزيز او اي يعني حالة ممكن بالحرب يعني في كتير من الناس اتعادت كل اياتنا رأوا بام العين الفقدان الصعب والمولم اعتقد ما في عيلة ما في عيلة بسوريا اليوم ما فقدت عزيز يعني عم نتحكي عن الفترة الزمنية نيرمين الفترة الزمنية اللي هي طبيعية مثلا ممكن اقول صلو ثلاثة سنين ما طلع من الحزن كيف ممكن بعد سنة عم نحكي نحن الفترة الزمنية لانه لازم انه خلصت جاوزت هاي المدة الزمنية فلازم نحن نروح بقى لعلاج نفسي او حتى طبي ممكن حقيقة تمام ايمت انا لازم راجع يعني ممكن نحن انه خلال الستة اشهر الاولى بعد التعرض لالحادث الراد على الاغلبة بتظهر عند الشخص المستعد للاصابة بالاضطراب الشدة ما بعد الرد طبعا التعرض هي نقطة مهمة ايضا التعرض للشدات ليس من الضرور انه يسيب الجميع يسيب نسبة معينة من الاشخاص لهم صفات خاصة ومعينة لهم كيميا او استعداد بيولوجي لالاصابة بهالاضطرابات نحن خلال هالفترة هاي سواء بعد يوم او سواء بعد ستة شهر وصلت الاعراض صاحبة للتدهور الاجتماعي والوظيفي فورا لازم يراجع بصراحة اذا المعيار هو انه اثرت على حياتي ونحن ايضا منعتبرها مرحلة متأخرة بمجرد انه انا صابني اني رأيت منظر شنيع من الموت حتى لو ما صار اي اعراض وضليت عمرو على شغلي لازم حاول راجع لأعمل وقاية كيف فيني اتجنب اني اوقع باضطراب الشدة مع بعض الرب فعلا مثل ما قلت مثلا انه شاف حقوق عزيز كانت ببداية الازمة هاي التفاصيل مؤلمة جدا للناس بعد فترة صرت تلاقي الناس تعودت على هيدا الالم هادا نفسيا قديش مؤثر على الطبيعة الانسانية فينا نقول يعني سابقا ما كنا فينا نشوف دم او ما فينا نتحمل هيدا الالم الكبير صارت الام مثلا احيانا بيتللك لا صار هذا الالم طبيعي بالنسبة لي مع حياتي اليومية اللي عم عيشها صحيح تتخدر المشاعر وتتخدر العواطف هادا صحيح نفسيا ولا طبيعي هادا نوع من التأقلم حقيقة يعني اذا اخذنا مثال ونحن دائما مناخذ الجندي هو مثال بصراحة لانه هو الطرف الاكثر تعرضا لاضطراب الشدة مع بعض الرب بالمعركة الشرثة واستشهدوا زملائه او مجموعة من زملائه امامه اتأثر عليهم اكيد لحظيا والمعركة ماشية هل يا ترى رح ينهار وما رح يقدر يتابع ام رح يتابع لا رح يتابع هون يلعب دور الوطن الدافع الوطني والدافع الدفاع عن طراب الارض يلعب بالاحساس بشكل اكوح صحيح ولكن هدية الامور ورجع على قطعه او على البيت استراحة وهناك مهمة اخرى هل سيذهب ام لا نعم سيذهب نعم سيذهب ورح يقدر انه يتابع عمله بشكل مناسب دكتور وصلنا لخطام فقرتنا شكرا كتير للك كل المعلومات اللي قدمت لنا ياها الدكتور راغد هارون اختصاصي نفسي شكرا لكم نشكرك اكيد على وجودك معنا واتمنالك فعلا موفق بجميع حياتك شكرا كتير لك